وهذا الحديث موجود الآن ويؤسس لعقيدة كبيرة بين المسلمين تنتهي إلى التجسيم هو الحديث الذي يقول إن الله خلق آدم على صورته ويفسرونها بماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى صنع آدم على صورة الله يعني آدم هالشكل الله هالشكل ولكن بأحجام كبيرة بدل ما آدم إيده مثلا بمقدار متر ذاك بمقدار مليار متر بطنها القد راسها القد إلى آخر فنفس الصورة بس صورة مكبرة إن الله خلق آدم على صورته هذا هالمقدار نقل من الحديث وباعتبار عند قسم من المسلمين ثقة ومن صحابة رسول الله دون هذا الحديث تجي إلى حديث أهل البيت يقول لك هذا إنما حفظ قسما من الحديث قسم الآخر ما حفظه كيف؟ قال اثنان كان يتشاتمان فواحد منهم قال للآخر لعنك الله ولعن من أنت على صورته مثل هاي المسبة اللي عند الناس الله يجنبنا الفحش في القول عندما تسمع واحد يقول له الله يلعنك ويلعن أشكالك هذا يسبب موجود في بعض الأوساط الخاطئة ذاك قالها نفس الحكي لعنك الله ولعن من أنت على صورته فقال له النبي صلى الله عليه وآله لا تلعن هكذا فإن الله خلق آدم على صورته يعني آدم على صورة هذا وبالتالي أنت لما تقول لعن من أنت على صورته لعنت آدم وأبناء آدم ومن فيهم من الأنبياء والأوصياء والأولياء والمؤمنون كل هذول على نفس صورة آدم فإنت لما تقول لعنك الله ولعن من أنت على صورته تلعن آدم لأن آدم هو أبو البشر وبالتالي تلعن من تحت آدم من كل هؤلاء وين هذا الكلام وين ذاك الكلام ذاك الكلام ينتهي إلى التجسيم والتشبيه والخطأ في الاعتقاد بالله وهذا ينتهي إلى شيء آخر أمر أخلاقي لا تلعن بهذه الصورة لأنك ستلعن آخرين هم أبناء آدم هذا مو متعمد ربما القائل ولكن متوهم مشتبه خاطئ ما قرأ الحديث كامل ما سمع الحديث كامل بس بقي هذا الحديث وكما قلنا هو يؤسس لعقيدة ملحكم فقي وكما قلنا هو ملحكم فريقه وكما قلنا هو ملحكم فريقه